اشتركوا في القناة في الجيم او عامة ان اول حاجة انت بتتمرن كارديو على الريق عشان تزود الحر استنادا الى دراسات اول واحد قالت انك انت لما بتصحى من النوم بيبقى مستوى الانسولين في جسمك منخفض قوي فبالتالي ما بتعمل مجهود زي الكارديو ده بيحتاج طاقة فبالتالي الجسم عشان يستمد الطاقة بيعمل ايه بيبتدي يكسر مما خازن الدهون اللي في جسم عشان يمد الجسم بالطاقة فبالتالي دي بتزود معدل الحر وبتعمل انقاس في الدهون في الجسم الماكولة التانية برضو استنادا لدرا البساط ان انت لما بتيجي بتصحى من النوم برضو مستوى الجلايكوجين في جسمك بيكون قليل الجلايكوجين دي هي مخازن الطاقة اللي موجودة في العضلات طب دلوقتي المخازن دي عشان تديك طاقة وهي مفيش طاقة عندها بتبتدي تعمل تكسير للخلايا الدهنية اللي موجودة في الجسم عشان خاطر تمد الجسم بالطاقة فبالتالي في كل الحالتين جسمك بيبتدي يخسر كمية من الدهون عشان يقدر يمد الجسم بالطاقة اسناء الكارديو كل دوت زي ما انا قلتلك لو انت بتدعب كارديو على الري طبعا استنادا للدراسات سنة 76 انك انت لو اتمرنت كارديو وخدت وجبة قبليها فيها كاربوهيدريت جسمك بالتالي بيبتدي يستمد الطاقة عن طريق الكاربوهيدريت اللي انت اخدته في الوجبة فبالتالي جسمك عمره ما هيستمد الطاقة عن طريق تكسير الخلايا الدهون وبالتالي انت مش هتخسر دهون او مش هتخسر دهون اكتر لو لقبت الكارديو على الريق طيب في الواقع احب اقولك ان الدراسات دي اتعمل عليها دراسات تانية سنة 2014 واثبتت ان ممكن انت تاخ اخد وجبة قبل الكارديو وهتلاقي نفس النتيجة يعني الكارديو على الريق هيبقى نفس النتيجة ونفس خسارة الدهون لو انت خدت الكارديو بعد التمرين او خدت وجبة قبل ما تتمرن الكارديو الدراسات دي كانت سنة 2014 اتعملت على 20 فرد واسمهم لمجموعتين مجموعة كانت بتتمرن الكارديو على الريق او على معدة فاضية والمجموعة التانية كانت بتتمرن عادي وكانت بتاخد وجبة الافطار او وجبتين فيهم كاربوهيدريت قبل ما يتمرنوا وكمان عملوا نظام غزائي غزائي ثابت لهم كلهم وكمان عاملوا عجز سعرات 500 كالوري طيب ايه اللي حصل وبعد اربع اسابيع من التمرين لقوا ان المجموعتين نقصوا وخسروا نفس كمية الدهون بالضبط طب هل ده معناه ايه انك انت لو مرنت كارديو على الريق او فترت وتمرنت كارديو مش هيبقى عندك اي مشكلة لان الجسم كده كده باقي اليوم بيبتدي يعمل نتيجة عن طريق عجز السعرات عن طريق التمرين عن طريق يومك ماشي ازاي مش فقط عن طريق هل انت خدت وجبة ولا اتمرنت كارديو على الريق وفي دراسات تعملت 2017 لقيت ان انت لو اتمرنت كارديو على الريق او على معضة فاضية او ان انت خدت دخلت كاربوهيدريت في الوجبة بتاعتك وتمرنت بعديها ان ما فيش فرق بينهم خالص وان نتيجة هتفضل ثابتة ولكن اللي بيختلف او بيحدد نتيجة اكتر هو عجز السعرات اللي انت بتعمله فيه خلال نظام الغذائي بتاعك في اليوم ومجهودك اليومي يعني باختصار شديد انا لو عامل نظام غذائي وعامل فيه عجزة في السعرات عشان عايز انقص دهون هلاقي النتيجة عندي شغالة فعالة مع الكارديو سواء انا لعبت على الريق او بعد التمرين خصوصا كمان نظام التمرين بتاعي ماشي ازاي الحدة او مكاومة بتاعتي ماشي ازاي فهي كلها بتبقى حمالة متكاملة هي اللي هتساعدك اكتر في انقاس الدهون ومفيش حاجة اسمها ان انا لو لعبت على معدة فاضية هنقص دهون اكتر او هخص اسرع تمام ده كده بالنسبة لأكتر حاجة ممكن تسمعها بخصوص موضوع الكارديو هلوع على الريق افضل ولا ممكن تتمرنه في اي وقت تمام كده باختصار شديد لو انت عايز تتمرن الكارديو ينفع تتمرنه على الريق او بعد ما تفتر او ممكن تتمرنه حتى بعد التمرين مفيش اي مشكلة بس الافضل لك انك تخالي دايما التمرين الكارديو بدري عشان ما تطلعش اي حجة او تكسل انك تتمرن الكارديو يعني ببساطة لو انت هتتمرن الكارديو الصبح افضلك لك يا بنت كده خلصت تمرين الكارديو اللي انت ممكن لو خلصت تمرين او جاي من شغلة عبان تكسل انك تعمله تاني حاجة في ناس كتير جدا لما بتيجي تتمرن الكارديو على الريق ده بيساعدها في حاجات تانية مفيدة اوي وهي ان في ناس بيبقى صعبة عليها اول ما بتصح من النوم انها ممكن تفتر او يبقى عندها شهاية انها عايزة تاكل او يبقى عندها طاقة تقدر تكمل بقى اليوم فبالتالي الكارديو على الريق ساعتها هيساعدك كتير انك انت ممكن تستمد طاقة علي خلال اليوم كله وانك تقدر بعد الكارديو ترجع وتاكل وتلاقي عندك الشهاية مفتوحة كده نكون خلصت الموضوع الكارديو على الريق وفاهمتك هل هو فعلا مهم او مش مهم لو انت محتاج تعرف اي حاجة تاني ممكن تسيبها لي في الكومنت تحت واحنا نعمل عنها فيديو تاني ان شاء الله شكرا